السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومسائل الخير يا شباب. درس نهارتا ان شاء الله هنتكلم على ازاي نقدر نضيف لوجو جوه الى الانريل. سواء من مكتبة الكوكسل او ملف png من عندنا. في الاول هنروح بلانك ونعمل ملف مشروع جديد هنسميه workshop 17. نعمل create يبدأ الانريل بعد كده انه ينشئ الملف بتاعي. زي ما احنا عارفين اول ما بيشتغل معك الملف بيض اه اه الوضع الافتراض بتاعه. احنا طبعا بنحزف كل الاسس واللايت اللي موجودة. اه delete yes all ونمسح كل دول برضو. اه بعد كده نروح للويندو ونروح للانفرنمينت لايت ميكسر. ونبدأ ننشئ الاضاءات الافتراضية الخاصة بينا السكاي لايت اللي هي الهاتموسفير والميليمتريك كلاود. و اه دي يعتبر اداء ممتازة جدا وسريع جدا في انك تنشئ الاضاء الافتراضية بتاعتك. تمام? زي ما احنا شايفين. بعد كده هنروح للشايبس ونختار كيوب. اه والكيوب ده هنستخدمه كحاقط. هنطبق عليه اه اللوجو. تمام? نخلي مسلا خمسة. بس الصمك بتاعه كبير شوية. نبدأ نصغر نفك القفل ده ونصغر السمك بمسلا واحد. ونكبر السكيل بالعرض كده شوية. زي ما احنا شايفين. اه بعد كده ندوس كنترول ال ونعدل اتجاه الاضاءة بالشكل ده كده. تمام? زي ما احنا شايفين كده عشان يبقى بس ايه واضح معي. اه الحاقط من قدام. بعد كده هنروح للكويكسل ومن الديكيلز. هنختار اه اي ملف من هنا. تمام? وليكن مسلا اه الملف ده مسلا كنت سبق حملته قبل كده. اعمل له اكسبورت. وهارجع تاني للمشروع بتاعي. ونكتبت اله. الكونتنت دروير هنروح للملف اللي انا حملته وندوس عليه. وهاجي هنا في البلايس اكتور. طبعا لازم اكون فتحها. وهاجي هنا في السيرش. وهاختار حاجة اسمها ديكل. ديكل اكتور هروح صاحبها هنا كده. طبعا زي ما احنا شايفين كده ايه? آآ في سهم ازرق آآ نازل لتحت. وطبعا هوداتي مطبق لي الخامة آآ اللي انا آآ حطتها لكن مش ظهرها لي بالشكل الصحيح. فهنعمل آآ عشان نزبط شكل الخامة. طبعا في بوكس آآ اجيس بتاعته خضرة كده. هو ده اللي احنا هندعب عليه. هنبدأ الاول نعمل الروتيت. نلفه بالشكل ده. فبدأ اللوجو يظهر معايا بشكل صحيح. ليه? لازم يكون اتجاه السهم الازرق آآ موجه للحقط. زي ما احنا شايفين كده ونقدر نبدأ نعمل روتيت. نزبط آآ اللوجو. زي ما احنا شايفين ونعمل كده بالعرض شوية. فزي ما احنا شايفين طبق لي آآ اللوجو بتاعي على الحقط. نظر بقى ان احنا ايه نعدلوا ساقق من حيث الاسكيل او نعمل روتيت او هكذا. آآ لكن زي ما قلت لازم يكون السهم الازرق اللي خارج من الديك الاكتر موجه نحية الحقط بالزبط. فزي ما احنا شايفين كده شكله ممتاز جدا. آآ بعد كده هرجع تاني للبريج. و تقدر بقى تستخدم اي آآ ديكيل تانية لكن انا دوتها عايز بس خامة للحقط. فهاجي مسلا ننزل كده تحت مسلا نكتب هنا او نخش على على طول. وناخد اي حاجة سريعة كده من هنا مسلا وليكن آآ تمام نختار ونعمل آآ داونلود. بعد كده نعمل اكسبورت. ونطبق الخامة دي على الكيوب اللي هو المفروض الحقط عندنا في المشهد. هاجي هنا في الكونتنت دروير هرجع لي الميجا سكان وخش على الخامة اللي انا حملتها واخترها مرة واروح هنا ادوس على السهم الصغير ده عشان يتبقى لي الخامة. فزي ما احنا شايفين كده الشكل بقى افضل طبعا. آآ كأنه هحيطه ومرسوم عليها لوجو. آآ بعد كده آآ هنيجي هنا على اللوجو ده. تمام. ونصغر بتاعه. خليه مسلا النص. طبعا بقى شفاف شوية. دي هنعرجها من خلال ان انا ادخل الكيوب ده على الحقط كده اكتر. زي ما احنا شايفين. آآ بعد كده ممكن نعمل له روتيت. مسلا وليكن بالشكل ده. ونحركه. بالشكل ده كده. تمام بالشكل ده. فآآ ده كده بالنسبة لو انا هستخدم آآ لوجو من مكتبة الكويكسل. تمام. آآ هنيجي بقى لطريقة اصعب شوية وهي ان انا اختار لوجو من عندي انا ملف بي ان جي. هارجع الاول للكونتنت واعمل ريت كليك. واعمل ماتيريال. تمام. هنسميها مسلا آآ ديكل. شرطة. ماتيريال. تمام. وضبل كليك عليها نفتحها مرتين. زي ما احنا آآ شايفين ده الوضع الافتراضي للخانة. هنيجي في الماتيريال هنا ونختار اول حاجة الديفرل. ونختار بلند مود آآ ترانسليند. بيحس تبقى شفافة. تمام. لازم تكون مفاعل الديفرل ديكل والترانسليند. وبعد كده بنجي ريت كليك ونعمل امبورت. ونختار اي آآ صورة بي ان جي. مسلا اي حاجة من هنا. آآ ما بيكون مسلا ناخد الصورة دي افضل. نعمل تمام. بدأ يدخلها لي دخلها لي في البرنامج. هاسحبها جوة الخامة بتاعتي. بالشكل ده. تمام. آآ زي ما احنا شايفين كده. وحولها لبورت ميترز. تمام. ونسميها آآ ديكل. ونسحب الارجي بي في البيس كالر. وهاسحب الاي في الاوباسي زي ما احنا شايفين كده. بعد كده آآ بدوس اس وليفت كليك واكتب آآ روفنس. آآ يعني اختصار روفنس. ونحطها جوة الروفنس بالشكل ده نوصلها. ونيجي على الاعداد آآ ونخليه تمانية آآ من عشر. بعد كده نعمل سيف. بيبدأ يعمل سيف للخامة. تمام. نعمل كلوز. وهاجي هنا. بقى عندي الخامة. رايت كليك. تمام. نسميها آآ ديكل. underscore material. تمام. نفتح مرتين ونعلم على الروفنس ونعلم على ديكل. ونعمل آآ ونقفل الخامة. بعدك بنيجي نفتح الكونتنت. وهنيجي على اللوجو بتاع الديكل. وناخد منه كوبي. تمام? و نحطه هنا كده بالشكل ده. بعد كده هاجي هنا. هاختار الخامة بتاعتي. وهاجي هنا احطها مكان. آآ اللوجو بتاع الديكل بالشكل ده. ونبدأ بقى ان احنا ايه? نزبط اللوجو بتاعنا. من حسد بالشكل ده. فدي آآ الطريقتين سواء كنت عايز آآ تستخدم لوجو من عندك على الجهاز او لوجو من مكتبة الكويكسل. وبكده اكون خلصت معاكم درس النهاردة. واشوفكم ان شاء الله في درس جديد. والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة.